طيب النهاردة حضرتك لما كنت بتيجي تتكلم مع اي حد يقولك كلمني قبل الساعة 6 او كلمني بعد الساعة 6 ايه اللي حصل النهاردة الساعة 6 كانت مباراة الافتتاح الكاميرون بيفوز على بوركينا بهدفين مقابل هدف وافتتاح بطولة الامم الافريقية الحقيقة الكل كان ينتظر هذا الافتتاح وما قبل بداية المباراة كان هناك افتتاح جيد لهذه البطولة الحقيقة انا ما شفتش زي افتتاح مصر 2019 الحقيقة يعني حاجة جميلة جدا وعلى قد الامكانيات اللي موجودة وعلى قد الشغل اللي موجود ولكن في مصر 2019 الامور كانت مختلفة تماما 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 عموما النسخة المقامة حاليا في الكاميرون هي النسخة التلاتة وتلاتين الحمد لله البطولة انطلقت كانت قبل البطولة كان هناك كلام كتير جدا جدا الحقيقة على هل البطولة هتنطلق ولا لا هل كل المنتخبات هتبقوا موجودين فيها هل المنتخبات كلها هتبقى بنجوم على الكبار الحمد لله الامور جيدة جدا حتى الان الامور من ناحية ان خلاص البطولة هتلعبت في اليوم الافتتاحة وبدأت في يوم الافتتاح اللي كان مقرر ليه ما قبل البطولة تاني حاجة ايضا ان كل النجوم اللي مميزين موجودين حمد صلاح ساد يومانيه رياض محرز بقية النجوم اللي موجودين مع المنتخبات المختلفة موجودين كلهم الحقيقة بالكامل او معظم الناس موجودة بالكامل وبالتالي تظل دائما بطولة الامور الافريقية بطولة اهمة جدا انا شخصيا بيعتبرها واحدة من اهم 3 او اربع او 3 اهم بطولة على مستوى العالم وجهة النظر بعد كاس العالم وبعد كاس العالم وبعد ايضا بطولة الامور الاوروبية بتأتي دائما بطولة الامم الافريقية موسيقى شكرا